بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شكرا على هذه الاستضافة شكرا للفريق الإعلامي لمنصة أوريد والمحفل العلمي الدولي على اهتمامه بموضوع المحفل العلمي الدولي وتوثيق حقيقة ما حدث وما وراء الكواليس والإجراءات التنظيمية والقصص التي حدثت على هامش المحفل العلمي الدولي الرابع عشر الذي عقد من السابع إلى الثاني عشر من تموز 2024 ميلادية في البدء التعريف بالمحفل العلمي الدولي المحفل هو عبارة عن وعاء علمي خاص بأعضاء منصة أوريد لمشاركة الأنشطة والفعاليات وأيضا الأمور الثقافية والفكرية والتواصلية التي تحقق الفائدة للحركة العلمية للناطقين بالعربية طبعا في ضوء ما أقره أعضاء لجنة أحضيرية لهذا المحفل من قيم ورسالة ورؤية وأهداف للطلاع على هوية المحفل العلمي الدولي يعني رؤية المحفل هو عبارة عن ملتقى لجمع العلماء والخبراء والباحثين وتبادل الأفكار وتعزيز التواصل فيما بينهم أيضا الرسالة التي يسعى المحفل العلمي الدولي أن يحققها هي أن يكون رائدا في نهضة المعرفة والعلوم بالطاقات العلمية للناطقين بالعربية وله جملة من الأهداف يعني أحد هذه الأهداف توفير بيئة حاضنة للمبدعين والمبتكرين للباحثين للعلماء أن يمكن أن يلتقوا بمختلف التخصصات تخصصات متنوعة بوقت واحد ومكان واحد ويتباحثوا ويتبادلوا الأفكار والرؤى فيما بينهم ويكون هناك مخرج واضح إما بمجموعة بحثية أو مؤتمر ينبثق عن المحفل العلمي الدولي مؤتمر تخصصي أو كتاب أو فصل في كتاب أو بحث علمي فهذه الفكرة التي نشجعها بالمحفل العلمي الدولي أنه يرعى الفلسفة الأفكار البحثية البينية اللي هو الملتدسبلوني ريوسيا الشيء البحوث البينية يمكن يلتقي شخص من الدراسات الشرعية مع شخص من التقنية المعلومات مع شخص في التخصصات الثانية الأخرى بالعلوم الإنسانية ويشتغلون على منتج واضح المعالم هذه فكرة وفلسفة المحفل العلمي الدولي طبعا وخاصة الآن بعد ما وصل عدد عضاء المنصة إلى أكثر من 120 ألف باحث وعالم وخبير مسجل في المنصة والمحفل انطلق بعد عام من تأسيس المنصة المنصة أسست في سنة 2016 والمحفل بدأ بسنة 2017 كانت النسخة الأولى في جزيرة لنكاوي في ماليزيا برعاية جامعة ملايا والعديد من الجامعات التي كانت ترعى وتنظم هذا المحفل العلمي الدولي فبدأت النسخة تتوالى نسخة بعد أخرى عقد في عدة دول عقد في ماليزيا وتركيا والعراق مؤخرا نسخة الأخيرة منه القادمة ستكون بإذن الله تعالى في سلطنة عمان بجامعة صحار عقد أيضا بالأردن بالمغرب أندونوسيا حقيقة هذه الدول التي استضافت مشكورة فعاليات المحفل العلمي الدولي طبعا المحفل القادم سيكون تحت الشعار الابتكار الجامعي وصناعة التنمية الشاملة سيكون في سلطنة عمان بجامعة صحار بإذن الله تعالى ويضم مجموعة من المؤتمرات العلمية التي ستناقش يعني دور الجامعات الابتكاري وصلتها وعلاقتها بموضوع التنمية الشاملة والآن التنمية الشاملة يقصد بها كل أطياف التنمية مضمنها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فكل هذه الأنواع من التنمية يجب أن يكون الجامعات دور ابتكاري في تعزيزها فكل المؤتمرات تصب حول هذا الشعار وتأخذ هذا المساق أيضا يعقد على هامش المحفل العلمي الدولي دورة خصوصية في إدارة وتنظيم المؤتمرات العلمية وهنا طبعا من يلتحق بهذه الدورة سينضم إلى اللجنة التنظيمية ويصاحب أعضاء اللجنة التنظيمية ويتعلم بالمصاحبة المباشرة تقريبا الدورة مدتها عشرة أيام تبدأ ما قبل المحفل ثم أثناء المحفل ثم ما بعد المحفل العلمي الدولي والباب متاح للتسجيل طبعا نحن نحدد كل محفل عشر مقاعد فقط لهذه الدورة حتى يعني تعمل فائدة وتنضبط المجريات الدورة العلمية الخاصة بتنظيم وإدارة المؤتمرات والمحافل الدولية باستخدام الذكاء الاصطناعي نستعين بالذكاء الاصطناعي في كثير من الأمور التي تستخدم الآن في الاستعداد للمؤتمر أو المحفل أو الندوة أو الورشة تقريبا هذه هي واحدة من الدورات الهامة التي مع العديد حقيقة من المحاضرات في محاضرات علمية يستقطب لها خبراء للحديث في هذه المحاضرات العلمية وفق الشعار المحفل العلمي الدولي نعم سؤالك عن الإجراءات التنظيمية المحفل العلمي الدولي كما هو معلوم أن أي مؤتمر وقت تنفيذه هو اليوم أو يومين ولكن حقيقة الإجراءات تبدأ من بضع أشهر يعني لا يمكن أن يكون هناك مؤتمر يعقد وتكون فترة التنظيم الخاصة به وقت قصير وإنما تبدأ مثلا في المحفل يبدأ الإجراءات من قبل خمس أشهر إلى ست أشهر من تحديد حقيقة الشعار المحفل العلمي الدولي وحجز المكان الاتفاق مع الجهات الرائعة الجهات المنظمة اللجان العلمية تبدأ بالعمل عن طريق استقبال الملخصات العلمية وتحكيم هذه الملخصات أيضا كل ما يخص الأمور اللوجستية يتم الاستعداد لها في عندنا قائمة من 33 خطوة ستبس أو تشيكليست يسير عليها الإدارة إدارة المحفل العلمي الدولي بدءا من ما قبل المحفل طبعا الأمور الخاصة في الإجراءات والموافقات والأمور القانونية والإجارة التنظيمية وهناك لست خاصة بأثناء التنظيم وهناك ما بعد التنظيم ما بعد عقد المحفل العلمي الدولي طبعا أولى هذه الخطوات بعد ما يحدد الشعار نبدأ بمخاطبة الجهات الراعية للمحفل العلمي الدولي ثم جامعات الشركة ثم استقطاب النخب العلمية المتحدثين الذين سيقدمون محاضرات علمية على هامش المحفل العلمي الدولي ثم يتاح المجال لاستقبال الملخصات أيضا التي ستقدم وهكذا حقيقة هي إجراءات طويلة ومعقدة ولكن حتى تضمن أن يكون المحفل بجودة عالية وبكفاءة جيدة حتى الأمور الخاصة بالتكريم والميداليات والكتب والمطبوعات كلها تأخذ بعين الاعتبار في الإجراءات التنظيمية بخصوص البرنامج الحضوري الذين نحن نسختين نسخة حضورية لمن سيحضر فعليا للمحفل ونسخة إلكترونية لمن سيشارك عن بعد عبر الأثير فالحضوري حقيقة في المحفل الرابع عشر الأخير كان ليومي الحادي عشر والثاني عشر من تموز وطبعا بدأت الفعاليات في يوم الوصول لما يأتون الباحثين إلى مكان العقاد المحفل في الفندق مثلا فيوم تسجيل الدخول وهو يوم مفتوح كل اليوم لاستقبال الباحثين واستقبالهم بعضهم يستقبل من المطار ويتم انزاله في السكن في الفندق اليوم الثاني كان يوم الخميس الحادي عشر من تموز هو اليوم الأول لانطلاق فعاليات المحفل العلمي الدولي فطبعا يبدأ صباحا بالتسجيل في ساعة للتسجيل لإعطاء الحقائب والباجات الباجز الأسماء وفي الحقيبة طبعا الأمور المتعلقة بالأمور المساعدة والأدوات المساعدة لاستقبال الباحث ومشاركته في المحفل العلمي الدولي ثم بعدها يبدأ الافتتاح حفل الافتتاح به بعض المشاركات للجهات الرائية للجامعات الأمانة العامة لمنصة أريد المحفل العلمي الدولي كذلك عقد يعني أشبه بالجلسة الخاصة بتوقع الاتفاقيات على هامش حفل الافتتاح كذلك تكريم القيادات العلمية كان ضمن فعاليات حفل افتتاح المحفل العلمي الدولي ثم تنطلق المحاضرات حقيقة كان في محاضرة رئيسية في محاضرات علمية رئيسية وفي الجلسات البحثية المحاضرات العلمية الرئيسية كان محاضرة عن الجامعات البحثية بعنوان الجامعات البحثية قاطرة التقدم والتطوير أنا قدمت هذه المحاضرة ثم جاءت بعدها محاضرة حول كتابة السيرة الذاتية للباحث والعالم تدوين المذكرات الشخصية لتعزيز الهوية العلمية وبناء الماركة الشخصية قدمها الأستاذ الدكتور يوسف عبد الله محمد السويدي وهو يتحدث حول موضوع أهمية تدوين السيرة الذاتية وتلخيص هذه السيرة بكتاب وهو صدر أصدر كتاب سأتكلم عنه إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء حول تدوين السيرة الذاتية لإزالة التهميش وصناعة الهوية العلمية وصناعة الماركة الشخصية الخاصة بالباحث والعالم والخبير ثم جاءت محاضرة أخرى حول الاقتصاد الإسلامي والتنمية المستديمة رؤية مقاصدية قدمها الأستاذ الدكتور طاها أحمد الزيدي عضو المجموع الفقه العراقي ونائب رئيس الهيئة الاستشارية العليا لمنصة أريد ثم طبعا هناك استراحة للغداء وبعدها تبدأ الجلسات والمشاركات البحثية فكان هناك طيف من المشاركات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والاقتصاد السلوكي وما يتعلق بموضوع البلوكشين كان مشاركة قيمة عن البلوكشين وعن التعليم وهكذا حقيقة جملة من المشاركات هذا كله في اليوم الأول أما اليوم الثاني فبدأ بندوى علمية بعنوان المنصات الرقمية ودورها في زيادة تأثير الباحث وتحسين ظهورها وهذا موضوع حقيقة هام جدا للباحث أنه هدف من أهداف منصة أريد أنها تزيل التهميش عن الباحث وتشجع الباحث أن ينخرط بمنصات علمية رقمية مثل ResearchGate وأكاديمية وأوركيد ومنصة أريد بل حتى لينكتين والفيسبوك والتويتر أكس كلها يجب أن يتواجد بها الباحث والعالم والخبير ويرفع بحوث الشخصية بنفسه فكانت هذه المحاضرة عن الأكاديميك ديجتال بلاتفورمز ثم بدأت بعدها المشاركات البحثية يعني عن الاقتصاد كان مشاركة عن الاقتصاد الأخضر مثلا ودوره في صناعة الإقناع بسلوكيات التنمية المستدامة وحقيقة جملة من المشاركات عن المسؤولية المجتمعية عن مسؤولية الإعلام بعض المشاركات الإسلامية والشرعية فهكذا كانت فعاليات اليوم الثاني إلى حفل الختام أختم في اليوم الثاني وتم تكريم شخصيات بدروع المؤسسات الرائية تم تقديم لها دروع المحفل علم الدولي يمكن أستعرض درع المحفل علم الدولي هذا هو الدرع هذا الدرع منح للجهات رائعة للمنصة أريد وللمحفل علم الدولي هذا هو الدرع يعطى للجهات الشريكة وراعية ووجهات حتى المنظمة للمحفل العلمي الدولي وكذلك هناك تكريم للشخصيات العلمية الشخصيات العلمية الهامة بأوسمة منصة أريد طبعا الوسام يمنح ألكترونيا على الصفحة الشخصية للباحث وكذلك عينيا في المحفل العلمي الدولي يتم تقليد الباحث بهذا الوسام فمنح وسام عالم وهو يعتبر أرفع وسام في المنصة لتقريبا ثلاث شخصيات وفي النهاية كان هناك طبعا حفل الختام لاختتام فعاليات المحفل العلمي الدولي وكذلك تكريم الجهات الرائعة والمنظمة للمحفل بدرع المحفل وهذا هو درع المحفل العلمي الدولي الذي يعطى للجهات المانحة والجهات المنظمة لتكريمهم والإشادة حقيقة بدورهم كذلك تكريم بعض الباحثين بأوسمة منصة أريد لدينا وسام اسمه وسام عالم هذا الوسام يعتبر أرفع وسام في المنصة لمن حصل على لقب علمي بدرجة أستاذ دكتور من جامعته وكذلك يعتبر كمدرسة في تخصصه وشخص معطاء وتواصلي فحقيقة يتم انتقاء ثلاث شخصيات في كل محفل ويمنحه هذا الوسام فهذا هو شكل الوسام هذه الأوسمة نعم هذا وسام عالم هذا الظاهر أمامك الآن هذا هو الوسام وفيه طبعا هنا شعار المحفل العلمي الدولي ومعه شعار الوسام الوسام عالم ومنح طبعا لأستاذ الدكتور فاضل السامرائي من العراق أستاذ اللغة العربية وكذلك منح الأستاذ الدكتور أياد العلاف وتم تقليده أيضا للأستاذ الدكتور طاه الزيدي ودكتور سحر الجبوري نعم الوسام الآخر حقيقة وسام المسؤولية المجتمعية هذا هو الوسام وسام أيضا يعطى فقط في المحفل العلمي الدولي هذا الوسام هذا الوسام أيضا منح لبعض الشخصيات التي لها دور في المسؤولية المجتمعية وما تقدمه الحركة العلمية خارج إطار التدريس هذا الوسام لمن لديه مبادرات مجتمعية في منطقته في جامعته في المكان الذي يعيش فيه وهذا الوسام لا يطلب طبعا ونحن نشخص هذا الباحث أنه ما قام به بصفحته الشخصية من مبادرات ودورات ومحاضرات ومساهمات فيتم انتقاء شخصيات معينة في منصة تريد ليعطاها وسام المسؤولية المجتمعية كذلك وسام أخير وهو وسام القيادة العلمية هذا الوسام يمنح للجامعات لرؤساء الجامعات الذين وقعوا اتفاقيات تعاون مع منصة أريد حقيقة لحسن إدارتهم لهذه الجامعة فيمنح وسام القيادة العلمية أما النسخة الحقيقة الألكترونية فلها برنامج مستقل يعني يعقد عن طريق الزوم أونلاين وبدأ من السابع من تموز بدأ طبعا بحفل افتتاح يعني يوم سبعة تموز وبدأت بعد حفل افتتاح محاضرة علمية حول الجامعات البحثية قاطلة التقدم والتطوير ثم كان هناك لقاء مفتوح مع المجلس التأسيسي لجامعة أريد الدولية للدراسات العليا هذا المجلس الذي اشتغل لبضعة أشهر لاستعداد حقيقة لإطلاق جامعة أريد وكان هناك ملتقى أسبوعي ومثق من المجلس مجموعة من الهيئات الاستشارية الخاصة للجامعة مثلا هوية الجامعة فلسفة الجامعة القيم التي تكون في الجامعة المناهج الاعتمادية الخطر الاستراتيجية فكلها كانت في هذا اللقاء المفتوح يعني كل شخص كان رئيس لقسم استعرض ما قام به وفتح المجال للأسئلة والأجوبة للحديث حول هذه الفترة التأسيسية وكان هناك شهادة مستقلة لجميع الحضور بخصوص هذا الملتقى كما هو الحال في المحاضرة التي سبقتها حول الجامعات البحثية ثم تنطلق الفعاليات والجلسات البحثية وكذلك المحاضرات العلمية قدمت حقيقة جملة من المحاضرات العلمية الهامة جدا مثلا محاضرة حول تعريف جودة التعليم وكيفية قياسها الأستاذ الدكتور محمد عبد الكريم عيسى كانت أيضا ضمن المحاضرات القيمة حول دور الجامعات في التنمية المستدامة جامعة الملك سعود الموذجن قدمها الأستاذ المساعد الدكتور ضيف الله بن محمد الضعيان كذلك كان هناك ندوة علمية حول آفاق التصنيف والحماية وقياس المعلومات قياسات المعلومات في الجامعات والمكتبات مجموعة من المتحدثين حقيقة شاركوا في موضوع قياسات المعلومات في الجامعات والمكتبات أيضا بعض المحاضرات العلمية مثلا الالتزام بمعايير الجودة واعتبر كركن أساسي لاستدامة التعليم المثمر قدمها الأستاذ معد أحمد الحاكم وكانت حقيقة من المحاضرات التي حصلت على التقييم عالي جدا للحديث حول معايير الجودة وأهميته في موضوع التعليم أيضا كان هناك ضمن المحاضرات حول الجامعات الذكية تنمية مستدامة واعدة الدكتور علاء قاضي قدمها كذلك محاضرة حول الدور الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة للتعليم قدمها الأستاذ الدكتور نبيل المتوكل العلمي ومحاضرة حول التنمية الصحية المستدامة قدمها بروف محمد ماهر عبيد وهكذا حقيقة كثير من المحاضرات العلمية التي قدمت مثلا محاضرة حول موضوع التنمية المستدامة بالسيناريو قدمها الدكتور جاسم محمد المطيري حقيقة أيضا كانت رائعة ومتميزة في موضوع كيف نحقق التنمية المستدامة والتخطيط لها عن طريق السيناريو فحقيقة هذا هي تقريبا استعراض سريع للبرنامج بنسختين الحضورية والألكترونية وكان هناك حفل اختتام خاص من النسخة الرقمية أو الألكترونية يعني ما بعد انتهاء النسخة الحضورية النسخة الحضورية انتهت الساعة السابعة مساء وكانت الساعة العاشرة مساء كان هناك اختتام للنسخة الإلكترونية نعم على هامش المحفل العلمي الدولي عقد كمعرض مصغر للكتب تضمن المعرض اصدارات منصة أريد اصدارات العضاء بعض الكتب التي جاءت اهداء للمحفل العلمي الدولي كذلك الباحثين انفسهم يمكن ان جاءوا ببعض النسخ من مؤلفاتهم وكتبهم وتم وضعها في المعرض معرض ضم اكثر من 300 كتاب من مختلف تخصصات تخصصات متنوعة يعني كذلك اصدارات منصة أريد مجلس صداء أريد بنسخها المطبوعة بعض الكتب التي فازت بتحدي تأليف الكتاب العام الماضي اطلقنا تحدي لتأليف كتاب خلال 24 ساعة وبعض الكتب السابقة التي اطلقت على هامش الفعاليات والمسابقات والتحديات فحقيقة الكتب القيمة دائما ما تقوم المنصة بطباعتها والمشاركة بها بالمحافل والمؤتمرات العلمية نستعرض بعض الكتب مثلا هنا كتاب كان عن ما لا يساعم الدقق اللغوي جهله هذا كتاب من اصدارات منصة أريد ومنح للباحثين في الحقيبة حقيبة المحفل كل تقريب الحقيبة اعطيت نسخة من بعض الكتب الخاصة بمنصة أريد في كتاب اخر عن الـ CHGPT نموذج الذكاء الاصطناعي CHGPT أيضا منح وكان موجود في المحفل أيضا عن الميتافيرس العالم ما وراء التقليدي هذا كتاب من كتب واصدارات منصة أريد العلمية أيضا مجلة صداء أريد ببعض النسخ المطبوعة هذا عدد خاص لمجلة لصداء أريد ولكن في أيضا نسخ الأخيرة خاصة أنه نسخ العدد 32 و33 و34 و35 طبع في المحفل العلمي الدولي الموسوعات التي أصدرتها المنصة مثلا هذه موسوعة خاصة للعلماء والخبراء والباحثين المسجلين في المنصة الشخصيات التواصلية هذه موسوعة منصة أريد كذلك معجم منصة أريد الدولي في المصطلحات التربوية والنفسية هذا أيضا من المتاح للتحميل طبعا مجانا في المنصة يمكن الدخول إلى منصة أريد وتحميل هذا المعجم بمكون من ثلاث لغات العربي والإنجليزي والفرنسي متعلق بالمصطلحات التربوية والنفسية لذولة الاحتياجات الخاصة فهذا معجم أيضا من الأمور التي تم المشاركة فيها كذلك بعض الكتب مثلا هذا الكتب اللي فازت بالتحدي تحدي تأليف كتاب هذا الكتاب عن صور الخيل في الثقافة العربية دكتور مونير بن رحال كتاب عن معايير جودة في إعداد المعلم وهكذا حقيقة مجموعة من الكتب كتاب آخر عن منهج القرآن الكريم في تنمية الإبداع وسبو الاستثمار في مجتمعاتنا العربية كتاب آخر عن الخوارزميات الدكتور حسين عبد الكريم هذا كتاب وحقيقة جملة من الكتب كتاب من دجلة إلى الدنيا هذا قام بتأليف الدكتور يوسف عبد الله محمد السويدي الحديث عن قصة حياته قصة حياته في سطور ومذكراته الشخصية والقصص التي مر بها والمحطات التي يعني شاهدها وعاصرها مع الهدف الرئيسي لهذه الكتاب هو زرع القيم في مجتمعاتنا فكانت مذكرات حقيقة رائعة وتبنت منصة أريد المشاركة بهذا الكتاب وتبني الطباعة أيضا طباعة الكتاب فيعتبر من أصدارات أريد العلمية ويمكن الحصول على نسخة من هذا الكتاب عن طريق منصة أريد أيضا كتاب حول صناعة عصر الإنسان الرقمي أستاذ حارث الجنابي شارك في كتاب أيضا صدر على هامش المحفل يعني تم تتشين الكتاب في المحفل العلمي الدولي استراتيجيات الانتقال من الإنسان التقليدي إلى الإنسان الرقمي كذلك كتاب حول المسؤولية المجتمعية اتجاه من كوبي ززال تركيا وسوريا هذا كتاب صدر العام الماضي ولكن أيضا كان كتب المشاركة في المحفل حول موضوع المسؤولية المجتمعية وما تضمن من مجموعة بحوث طبعا كتاب الملخصات هذا الموجود في حقيبة الباحث فيه يعني جميع الملخصات المشاركة والمقبولة مع بعض المساهمات والكلمات الافتتاحية من الجهات الرائية هنا أيضا كتاب آخر عن صعوبات التعلم فن الخطابة وعداد الخطيب كتاب لدكتور عماد بن خليفة هذا كتاب أيضا قيم وأيضا كتاب حول مفاهيم البرمجة القيمية أستاذ أفراح مسعود فحقيقة والكثير من الكتب كتاب آخر حول أعتقد ريالة الأعمال كان جاءنا كهدية من جامعة الكتاب الدكتور نصرة الراوي فهذا كان المعرض حقيقة كبيئة لإحتضان المؤلفات المطبوعة والكتب وأيضا ضم حقيقة المعرض شيء عن القرية العلمية كمجسم موكب عن القرية العلمية وبوستر وفلكس حول القرية العلمية لشرح القرية العلمية وفلسفة الاستيطان المنزلي والخدمات التي تقدمها القرية العلمية فهذه فكرة المعرض أنه عبارة عن بيئة دائما ما يتم تنظيمة على هامش المحفي العلمي الدولي أنه يستوعب الكتب والمؤلفات وتوزيع الهدايا في المعرض العلمي الخاص بالكتب بخصوص النشر النشر طبعا أمر هام جدا في المحفي العلمي الدولي أننا ننشر في بدء الملخصات بكتاب الملخصات أول ما نستقبله من الباحث هو الملخص نريد أن نوثق الملخص ويأتي الباحث ويشارك بملخصه أمام الجمهور ويناقش هذا الملخص ثم لاحقا له الحق أن يرسل البحث كاملا خلال ستين يوم خلال ستين يوم من انتهاء الفعاليات يمكن أن يرسل البحث كاملا حتى ينشر بمجلات أريد وكذلك بكتاب خاص بالبحوث اسمه كتاب إجرائي البروستيدنج كونفرنس بوك البروستيدنج كونفرنس بوك هذا يتناول البحوث العلمية المقبولة في المحفل وينشر في هذا الكتاب وبعض البحوث حقيقة متميزة تنشر بمجلات أريد العلمية المحكمة طبعا كل بحث يسند له رمز تعريفي دولي دي او آي ويفهرس في محركات البحث من يبحث عنه في جوجل سكولر وباقي المحركات يجد هذا البحث فهذا هو كتاب الملخصات يعتبر الوعاء الأولي لاستقبال الملخصات وفيه تقريبا إلى الآن كثير من الملخصات التي تمت الموافقة عليها تقريبا 330 صفحة تضمن هذا الكتاب وأيضا يتضمن ISBN خاص بالملخصات المقبولة وكذلك طبعا كل محفل من المحفل السابقة له كتاب خاص به طبعا هذا على سبيل المثال الحصر يعني بعض النسخ من المحفل السابقة هذا كتاب ملخصات لمحفل من المحفل هذا كتاب آخر أعتقد لمحفل الخامس وهذا أيضا كان في اسطنبول هذا محفل اسطنبول تركيا 2018 فحقيقة كل هذه المحافل لها كتاب ملخصات خاص بها وفيها طبعا الكلمات الافتتاحية مع كلمات الشكر مع نسخة من البرنامج شعارات جهات راعية وهنا طبعا هذا أيضا كتاب خاص لمؤتمر ليس في المحفل هذا مؤتمر تخصص يعني المخطوطات عقد وهذه مجلة أريد مجلة أريد دولية في خمس مجلات علمية محكمة فهذه نسخة منها مثلا هذه مجلة أريد العلم والتكنولوجيا تنشر بحوث العلمية والتكنولوجيا وهكذا هو الحال يعني الملخصات تذهب إلى كتاب الملخصات والبحوث العلمية أما ينشر بكتاب إجرائي خاص بالمؤتمر والمحفل وكذلك في مجلات أريد العلمية المشاركة في المحفل أمر سهل جدا يعني يمكن الدخول إلى محرك البحث جوجل وكتابة المحفل العلمي الدولي باللغة العربية ستجد النتيجة الأولى هو المحفل.org الموقع الرسمي خاص وما عليك إلا اختيار المؤتمر الذي يتناسب مع اختصاصك العلمي الدقيق ثم تدخل إلى بوابة المؤتمر وتختار إما التسجيل أو رفع الملخص فرفع الملخص ترفع الورد يجب أن يكون بصيغة الورد وفيه طبعا الشروط الخاصة بالملخص يعني العنوان المحتوى الخاصة المنهجية الوصف المنهجية الخاصة هم الكلمات المفتاحية وتسجل وترفعها تنتظر بضعة ساعات أو في بعض الأحيان بضعة أيام تأتيك إما الموافقة أو الرفض وإذا كان هناك الرفض يوضح ما هو سبب الرفض للملخص قد يكون أوتوفسكوب قد يكون لا يتناغم مع محاور المؤتمر فالتسجيل بسيط جدا وسهل ويمكن اختيار أيضا تسجيل بالقامة البردية حتى تصلك دائما إشعارات المحف العلمي الدولي والتوجيهات والإشعارات والإرشادات حقيقة الجديد هو لكل محف العلمي الدولي له السمة الخاصة به له ما يميزه يعني مثلا من زيارة الجهات العلمية في منطقة انعقاد المحف العلمي الدولي نذهب لبعض الجامعات والمراكز التي يتم زياراتها من قبل وفد المحف العلمي الدولي مثلا ذهبنا إلى جامعة جهان في النسخة الأخيرة شك الوفد للمحف العلمي الدولي وذهبنا إلى جامعة واتقنا بالسيد الرئيس الجامعة مع الاطلاع على مرافق وخدمات الجامعة ذهبنا إلى مؤسسة حبال التنمية المستدامة وبعض الأمور الخاصة أيضا في الزيارات العلمية التي عقدت على هامش المحف العلمي الدولي كذلك حقيقة الأفكار التي يتم ناقشتها وتباحثها كلها تعتبر متميزة بهذا المحفل الشخصيات التي ستحضر اللقاءات التي تعقد العلاقات العلمية التي يتم تنظيمها على هامش المحفل كلها تعطي سمة خاصة للمحفل العلمي الدولي فلكل المحفل له نكهة خاصة به نعم حقيقة الحقيبة هي حقيبة تضم الأدوات التي يحتاج لها الباحث في أثناء مشاركته في المحفل يعني مثلا كتاب الملخصات دفتر الملاحظات القلم نعطي وشاح الباحث وشاح الذي يرتدى من قبل الباحث أيضا يعطي الكتبة التي صدرت من المنصة بعضها يهدى للباحث عن طريق هذه الحقيبة وللجهات راعية يتم وضع الدرع المحفل العلمي الدولي فطبعا هو يكتب اسم المحفل مع الجهات الراعية على الحقيبة الخارجية للمحفل يمكن أظهارها في الفيديو يعني أثناء عداتكم لهذا اللقاء لاحقا تصورون الحقيبة ومحتوياتها ويمكن استعراضها للباحثين وكما ذكرت الكتب التي تعطى للباحث كتب رئيسية من أصدارات المنصة يعني أما كتاب صناعة الهوية العلمية مثلا أو صناعة الماركة الشخصية كتاب حول الميتافيرس كتاب حول تشارج بي تي ما لا يسعى المدقق اللغوي جهله كلها تعطى في هذه الحقيبة يعني للباحثين المحفل العلمي الدولي القادم سيكون بإذن الله تعالى في سلطنة عمان وبالتحديد في جامعة صحار تبعد تقريبا ساعتين عن مسقط عن العاصمة العمانية مسقط وتحت شعار الابتكار الجامعي وصناعة التنمية الشاملة هذا هو الشعار الذي أختير من قبل الأمان العامة لمنصة الريد فكل التمرات والبحوث والمشاركات ستنصب حول موضوع الابتكار الجامعي دور الجامعة في موضوع الابتكار وتعزيز الابتكار للمساهمة في صناعة التنمية الشاملة والمقصود بها التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والإنسانية وكل أطياف التنمية فحقيقة الباب مفتوح للمشاركة في هذا المحفل سيعقد من الأول من شهر ديسمبر إلى سبعة ديسمبر يعني واحد إلى سبعة ديسمبر 2024 الحضوري سيكون يوم أربعة وخمسة ديسمبر بإذن الله والباقي ستوزع للمشاركات الألكترونية عن بعد فالباب مفتوح حقيقة للمشاركة في المحفل العلمي الدولي الخامس عشر بإذن الله نعم سؤال التوصيات حقيقة سؤال مهم يعني خرج بمجموعة من التوصيات يمكن أستذكر بعض هذه التوصيات كانت ضمنها مخاطبة الجامعات الناطقة باللغة العربية بمخرجات المحفل للاستفادة منها في رعاية النخب العلمية والارتقاء المعرفي لتطوير المجتمعات أيضا الاهتمام ضمن التوصيات الاهتمام بقضايا المجتمعات العربية والإسلامية وتضمينها في مخرجات الجامعات وكذلك الفعاليات العلمية والدولية أيضا ضمن التوصيات دعوة المؤسسات والجهات العلمية إلى رعاية مشاريع منصة وريد منصة أريد أطلقت مجموعة من المشاريع منها مثلا منصة ابناء العلماء لفئة اليافعين كذلك منصة العلم للجميع لتبسيط العلوم أكاديمية خاصة لعلوم الفضاء والفلك اسمها أكاديمية أريد لعلوم الفضاء والفلك أطلقت أيضا مشروع اسمه القرية العلمية The Scientific Village للتحفيز على التصنيع والابتكار وتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات صناعية كذلك أطلقت حقيقة مجموعة من المبادرات منها مشروع جامعة أريد الدولية للدراسات العليا كان ضمن التوصيات أيضا جاء ضمن التوصيات مشروع يعني تبني موسوعة أريد الجامعات التواصلية تشتغل المنصة على موسوعة تضم الجامعات المسجلة في المنصة وعضاءها المتواجدين في المنصة فإكمال هذا المشروع وتعميمه على باقي الجامعات لرصد ما هي الجامعات التي تتمتع بالتواصل العلمي أيضا ضمن التوصيات كان هناك التواصل الفعال مع الجامعات لدعم مشاريع المجامع البحثية للارتقاء بالبحوث البينية خدمة لمجتمعاتنا وتعزيز الأهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة كانت أيضا ضمن التوصيات تعزيز البنية التحتية التكنولوجية لضمان الوصول العادل والشامل للتقنيات التعليمية وهكذا حقيقة جملة من التوصيات قد لا أستذكرها جميعا ولكن هي مشورة على بوابة المحفل العلمي الدولي يمكن لمن يرغب الدخول إلى البوابة والاطلاع على التوصيات كذلك البيان الصحفي كذلك التخطير الإعلامية والتسجيل الخاص بالمحاضرات السابقة التي عقدت في المحفل العلمي الدولي فكله مؤرشف وموجود في بوابة المحفل العلمي الدولي نعم حقيقة أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في إنجاح فعاليات المحفل العلمي الدولي الرابع عشر من اللجان التنظيمية والتقنية وفريق التطوع العلمي الجهات الراعية أشكر الرئيس التنفيذي لنسخة الحضورية الأستاذ المساعدة الدكتور جمال عبد ناموس على جهوده القيمة أشكر أيضا الرئيس التنفيذي لنسخة الرقمية الأستاذ المساعدة الدكتور هند حسين عبيد أشكر فريق عمل منصة أريد الهيئة الاستشارية الأمانة العامة المجلس العلمي مجلس الإدارة حقيقة كل اللجان كان لها دور يعني فاعل في إنجاح هذه الفعالية وتطويرها والمساهمة حقيقة بإنضاج فكرة المحفل العلمي الدولي نحن كل نسخة تُعقد من المحفل تتميز بأفكار يعني جديدة وخلاقة وكل هذه الأفكار والجهود هي بفضل الفريق الفضل لله سبحانه وتعالى ثم لفريق العمل الذي يعمل ويشتغل ما وراء الكواليس شكرا للجنة الإعلامية على هذه الاستضافة والفرصة للحديث حول المحفل وما حدث فيه من أحداث وفعاليات وشخصيات وإن شاء الله نراكم بالمحفل العلمي الدولي الخامس عشر في سلطانة عمان وبالتحديد في جامعة صحار كل الشكر والتوفيق لكم